بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعن ماذا لحديثنا متواصلا مع حضراتكم حول تسكية النفس ونقول إذا عصتك الكائنات وعصاك الخلق وتمرد عليك كل شيء فاعلم أنه يزكرك بالله إذا وجدت الباب مغلقا هذا معناه أن تعود إلى الله أن ترفع يديك متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى لاجئا إلى مولاك مستجيرا به فإذا وجدت بابا مغلقا لا تقلق ولا تحزن وإذا عصتك الكائنات وعصاك الناس لا تحزن فإنهم يزكرونك بالله لتعود إليه اللهم اهدي فلان اللهم أصلح حالي وحال فلان اللهم افتح لي الأبواب المغلقة لا تقلق واعلم أن الغنى الحقيقي هو غنى القلب والنفس حتى ولو وصلت إلى أعلى درجات الغنى الغنى الحقيقي هو غنى القلب والنفس القناعة فالقناعة وشعور الإنسان بالاكتفاء بما أعطاه الله له هو قمة الغنى والرضا ولذلك نحن قلنا خذ بالأسباب وتوكل على الله ربنا يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وليس معنى أن تتفرغ أن تترك الحياة وأن تترك الأغذى بالأسباب لا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أنت في العمل في عبادة وفي طاع خذ بجميع الأسباب قاصدا وجه الله سبحانه وتعالى أملأ صدرك غنى وأسد فقرك هذا هو الغنى الحقيقي وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك تظهر لك المنغصات بدون سبب لأنك لم تتجه بقلبك إلى الله نحن نذكر بما قاله الفخر الرازي كن ظاهرا مع الخلق وباطنا مع الحق قلبك متعلق بالله كن متوكلا على الله كن واسقا بربك سبحانه وتعالى ولا تعتقد أن السعادة في الترفيه واللزة وفي الحياة الجميلة السعادة في القناعة في الرضا السعادة بالوصول إلى راحة البال والاطمئنان وأصلح بالهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب فالسعادة أمر داخلي ينبع من داخلك واللزة أمر خارجي يأتيك من الخارج اللزة أمر محسوس ملموس لها مدة وتنتهي أما السعادة أمر معنوي لا تنتهي من عمل صالحا من زكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ونقول في جانب التزكية إذا كان الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى إلا أن قلبه منشغل بالهموم بالحياة يعني يذكر الله سبحانه وتعالى لكنه لا يستشعر لزة الزكر هل يتوقف هذا الإنسان عن الزكر؟ لا لا تتوقف وإن لم تشعر بلزة الزكر لا تتوقف فكسرة الزكر تحيي القلب وقد قال الشيخ ابن عطاء الله رضي الله عنه وأرضاه في هذا المعنى لا تترك الزكر لعدم حضورك في الزكر يعني لعدم حضور القلب لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره يعني إذا ذكرت الله وقلبك غافل هذا أفضل من أن تترك الزكر على الإطلاق فعسى تأت المن من الله إذا كنت واقفا بباب الله إذا كنت صادقا في طلبك تأت المعونة من الله فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة أي مع وجود غفلة القلب إلى ذكر مع وجود يقظه هذا الارتقاء من ومنحة إذا كنت حريصا على الوقوف بباب الله إذا كنت صادقا في طلبك وعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود يقظه إلى ذكر مع وجود حضور ارتقاء وعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود غيبة ألا تشهد في الكون إلا الله ألا يلتفت قلبك إلا إلى الله إذا إن لم تشعر بلزة العبادة كن حريصا على العبادة إن لم تشعر بلزة الزك داوم لأن حياة القلب بالمداومة على ذكر الله نسأل الله أن يرفع همتنا وأن يجعلنا من الزاكرين الشاكرين اللهم احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته